السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال ازاي ترفع فيديو ويكون نصرة للقضية او يكون فيه فكرة معينة واليوتيوب ما يفعلكش القناة. ممكن يكون مسلا تعامل قناة علمية وتفيد الناس بتشرح حاجة ابتدائية وسلامة حاجات علمية وخايف ان انت قولت رأيك فتتفهل القناة. تمام? طيب في حلين. الحل الاولين ان انت تعمل قناة تانية وتحط فيها ارائك براحت خالص. وقناة تحط فيها الحاجات العلمية او الحاجات اللي انت بتشرحها ان يكون ايه هي. ممكن ان انت مثلا بتلخص قطب او بتشرح مواد مدرسية او اي حاجة. طيب الحل التاني ان انت تلغي تحقيق الربح. يعني اليوتيوب قايم على ايه? ان في حد بيحط العناف عندك على القناة. فلو انت قناة كلها اصلا بش حاطس فيها اعلانات. خلاص كده انت في السليم مفيش حد يحطي العنات. فمفيش حد من هم حاطين العنات هشتيكي بيقول ان الاعنات بتاعي زاهرة على صفحة مسرة للجدل انا مش عايز القصة ديها دي اللي بيبدأوا يرخموا عليها. انما المحتوى الطبيعي. واللي معلوش اعنات مفيش مشاكل. انما المحتوى اللي بيحط على العنف او بيحط على كذا. ده اللي ممكن يكون في مشاكل حتى لو مفيش اعنات. فلما القناة كلها تبقى لاجه منها الاعنات. او على القل الفيديو ده بس اللي كنت لاجه بنعليه عليك. اعناتك كده. تحقي الربح تقول لا انا مش عايز ربح في الاعنات ده خلص. فساعتها الفيديو بتاعك هيتعرض بشكل طبيعي والناس تقدر تشوفه بشكل طبيعي. اا ما فيش ربح عليه مش مشكلة. المهم ان انت ايه نصارت القضية بتاحتك. من غير ما يبقى عندك قلق ان القناة تقفل. المهم ما يبقاش تنشر اخبار كذبة. يعني الناس يقول لك مثلا الزكرة الطبيعية ينفع عامل فيديوهات ولا ينفع بس ما تنشرش بحاجات كاذبة. ان انت مسلا تخلي حد يقول كلام هو ملهوش. تجيب مسلا رئيس دولة او حدا مشهور. يقول كلام هو ما قالش الكلام دوت. ممكن تحط الكلام ده بصوتك انت او بصوت شخصية وهمية. ما كوش مشكلة. تمام? انما يعني الفكرة ان انت ما تبقاش في كدب يبقاش في نشر الاخبار كاذبة يبقاش في كذا. اذكر الحقيقة. صافية. دينا بيمرنا بكده ان احنا ما نجدبش. الغي الربح من على الفيديو. كده انت ما عندكش امشك خالص تدر تنشر وتنشر القضية زي ما انت عايز. ما تحطش صور عنيفة او صور بتحط على العنف آآ قدر الامكان. لو في حاجة انت عايز تنشرها فيها حاجة زي كده. ممكن على التليجروم مسلا او يعني في كذا مكان بتدر تنشر فيه بدون ما يكون فيه تقييد للمحتوى بتاعك. واحتسب الناية يعني انت احتسب جهدك عند ربنا ان انت بتعمل حاجة. وتصور بها القضية دي اقل حاجة تعملها. يعني الناس خسرت بيوتها وخسرت اهلها وخسرت اروحها. انت خسرت ايه? قناة ولا خسرت الربح مالاليم ولا حاجة خالص. حاجة 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 بسيطة. ما فاش مشكلة ان شاء الله. حتى لو قناة كلها تورت. احتسب الاجراء عند ربنا. حاجة لا شيء يعني. يعني ربناي يعني ما حسبناش على التقصير اللي هنعمله فحاول انت تنشر الحق او على الاقل لو ما عارفتش نشر الحق لا تصقف ليه البطل ما تنشرش حاجة يكون فيها تخزيل او يكون فيها هجوم على اخوانا اللي دفعوا الدريبة كلها